مرحبا أنا إناس عندي ثلاث أولاد أصغرهم يوسف عنده متلازم الدام يوسف منذ الزغر حاولت أدمجه بين أخوانه بين اللي حوالينا الدمج كان من منذ الزغر فهو تعود على وجود الناس حواليه فهمية الدمج وهو صغير بتساعد لما يكبر بصير مرحلة التعليم مرحلة الدراسة أنه ما يستغرب وجود الناس حواليه يوسف هلأ في الصف الأول عمره 8 سنين بدرسوا بمدارس عادية مع الأولاد مندمج بينهم ما وجهت أي صعوبة لأنه بدايته أصلا كان متعود على الأطفال حتى الطلاب اللي في صفه كتير متعاونين المدارس المدرسة اللي فيها دمج لازم تكون مهيئة أنه تستقبل طلاب احتياجات خاصة مختلفين عن طلاب العاديين عشان التقبل يكون سهل وبسيط ما يكون فيه أي مشاكل ما فيه أي استغراب من وجود طالب مختلف معاهم الدمج مهم جدا مش بس لأولادنا اللي هم احتياجات خاصة الدمج مهم لأولاد المجتمع التانين عشان لما يكبروا هادول الأطفال ما يحسوا بالاختلاف إذا شافوا طالب مختلف أو إنسان مختلف عنهم يعني زمان كنا نحس إذا شفنا حدا مختلف نستغرب لأنه ما كنا نشوفهم أصلا يعني هاي الاحتجاجات الخاصة ما كنا ما كانوا مندمجين ما كانوا يطلعوا من البيوت هلأ الثقافة تغيرت الناس صارت أوعا في الموضوع صارت عادة تشارك أولادها في كل المجالات تطلع فيها على الأماكن العامة ما يخافوا إنه لا إذا طلع معناها الولاد حيطلعوا عليه حيستغربوا وجوده كمان الدمج مش بس تعليم الدمج لازم يكون في كل المجالات مرحبا اسمي لمجم جوم عندي طفلين عمرهم 11 و14 سنة ابني اللي عمره 14 سنة من ذوي التحديات الخاصة فارس ابني كان كتير التواصل الاجتماعي عنده صعب فأنا كنت كأم يعني من أول ما حسيت أن التواصل صعب أحاول كتير أستكشف وين ممكن يدوح وين ممكن اهتماماته وين ممكن ألاقي له مواهبه وين ممكن أناميله اكتشافاته والأشياء اللي بحبها وكان الموضوع مش سهل بالنسبة للمجتمع كمان عشان ما في توعية كتير فكان بكل مكان ألعاب كان لازم تشرحي وتحكي وتدخلي بالتفاصيل فكان كمان يعني فيه دائما فيه تحديات دائما فيه معاناة وينما بتروحي بالمجتمع إحنا لما بنا نبلش بالتوعية نبلش بالأطفال لأنه الأطفال زي السفنجة يعني بيأخذوا كل المعلومات وبيبلشوا يتصرفوا بعفوية كتير كتير اختلف الوضع مع ابني من حد ما بلشنا تواصل اجتماعي والأنشطة المختلفة لأنه صار يتعود أنه فيه جو جديد في كل مرة وفيه ناس جداد في كل مرة وهو لازم يكون أنه مش لازم صار يحب كمان أنه هو يبادر أنه هو مثلا يحكي مع الناس التواصل العيون تحسن كتير تواصل مع الولادة تحسن كتير حتى مع محلات الألعاب مع الستاف اللي بنروح عليه بكل مرة بيكون فيه كتير قبول حلو احترام لاحتياجات الأطفال مرات بنروح للسينما إحنا كمان نطلب منهم أنه مثلا حطولنا أضواء بطريقة معينة حطولنا الصوت بطريقة معينة حتى كمان هاي رسالة للمجتمع أنه هم يحترموا احتياجات أطفالنا